على مدار الأيام الفائتة وقبل سويعات من شهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بألف خير توجه أنظار العالم الإسلامي كله إلى قبلة المسلمين مكة المكرمة والحرم المكي سنة دي مع الأسف تلقى عشاق الحرمين اللي هم بمئات الملايين خبر محزن قبل سويعات من شهر الكريم وهو أن الشيخ إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم لن يكون من قائمة الأئمة في الحرم لا في صلاة ترويح ولا في تهجد ولا حتى في صلاة العصر طب سلاة العصر دي مش هيتكلم برضو مش هيتكلم بصلاة العصر سعود الشريم إمام الحرم المكي بيغيب لأول مرة من 32 سنة هل استقل؟ لا هل تم إيقافه؟ أكيد خصوصاً إن الشريم عنده مواقف سياسية وليه بعض الانتقادات لسياسة المملكة في السنوات الأخيرة اللي بتبنى فيها الدولة السليمانية الجديدة العلام المصري دخل على الخط وينشر الخبر بشكل موسع في ظل خناءة الضرائر بين السيسي وابن سلمان بعد 32 سنة السؤال غياب طبيعي ولا انتقام سياسي؟ إعلام العرب يتناول الخبر بهذا التوسع من قمت؟ آه يا إعلام نجس كم يوم أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النابوي عن جدول الأئمة لصلاة الترويح والتهجد بالمسجد الحرام في شهر رمضان بعد 32 سنة تم السبعات الشيخ الشريم للمرة الأولى من جدول الصلاة في رمضان الخبر انتقل بقى انتشر انتشر النار في الهاشي ياسر بن رشد الدوسري عبدالله بن عواد بندر بن عبعزيز بتاع مهر بن محمد المعقلي ياسر بن رشد كده ههم زي ما انت شايف من 21 ل 30 مين وال20 ليلة اللي قابليهم منين قايمة فيها السديس السديس المعرض والمعقلي والدسري والجهني وبندر بليلة وتخلو للمرة الأولى من الرجل الذي تعود المسلمين لأكثر من 32 سنة على صوته في رمضان وخصوصا وعموما يعني في الحرم الشريف الشيخ الدكتور سعود الشريم سعود الشريم 22 سنة وسعود الشريم يغيب للمرة الأولى كل بدأ يرد على القرار ده بنشر فيديوهات قديمة للشيخ وخطبه وصلاته في الحرم واللحظات اللي ما بينسهاش ملايين المسلمين للشيخ الشريم في الحرم ومن المشاهد اللي انتشرت بشكل كبير السويعات التي اقتلت هذا القرار كانت لأول إمامة للشيخ الشريم للمسلمين في الحرم المكي سنة 1412 احنا سنة كام 1444 هذه لقطة الإمامة الأولى للدكتور والشيخ سعود الشريم والذي بدأ حينها متأثرا بهذا الشكل إياك نعبد وإياك إياك 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 نعبد إياك نعبد وإياك الراجل ما كانش مصدق يعني أنه بأم الصلاف الحرم ده من 32 سنة غياب الشيخ الشريم أو غيابه القصري عن إمامة في رمضان أثر جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واحد من أشهر مرتل القرآن في العالم مش بس على مدى الوطن العربي أو العالم الإسلامي وهو امتداد واسع لا بالعالم كل ناس كتيرة بتحفظ القرآن وتتعلموا على صوت الشريم واحد من أعمدة قراءة القرآن الكريم في أكتر من ثلاث عقود بيغيب هذا العام للمرة الأولى فالموضوع أثر جدل كبير جدا على مواقع التواصل غياب الشيخ الشريم غير مبرر وسيترق في قلوب المسلمين غصة على فراق ذلكم الصوت الذي لطالما ملأ الحرم هيبة وجلال وخشوع ليس له مثيل إن لله وإن إليه راجعون وإن على فراق الشيخ لمحزنون حافظه الله من كل مكرم ومكروه وأطال عمره وأحسن عمله وجزاه الله عنه خير جزاء على كل بقى كنت أمن النفس أن تشهد صلاطي الترويح والتهجد عودة عملاق الحرم ورحانته الشيخ سعود الشريم قضي الأمر وخابة الأماني أسأل الله عن يحفظ فضلته ويكتب له الخير السؤال اللي بيدور في أدهان الجميع وأكيد بيدور في أدهان حضراتكم إذا لم تكن تعلموا الخبر إلى الآن هل الموضوع ليه علاقة بمواقف الشيخ السابقة تعارف الشيخ الشريم كان أثار الجدل قبل كده في المملكة لأنه تحدث في بعض الأمور العيب والحرام أمور سياسية على تويتر وبعدها الشيخ الشريم دخل دخول مفاجئ مسح تويتر بتاعه كله واختفى من المشهد عن التخالص يعني كان الراجل كاتب مسح كان عنده داخل على 3 مليون متابع وبعدين اختفى اختفى تعارف الوضع إزاي في السعودية الجديدة خاصة بالنسبة للمشايخ والعلماء ففكرة أنك تكتب تويتات تتحدث لها عن السياسة لسه موريك البرنامج مبارح نقطة سوداء هو الغلطة اللي قلبت الدنيا واللي خلت محمد عبدو يطلع يقول إذا كانت مصر روم الدنيا يبقى السعودية أبوها لكي يغلوش على المشهد والفضيحة وتبعات استضافة السجين اللي محبوز بسبب تويتا فكان يعني من التطور الطبيعي إن الشيخ الشريم يمنع من إمامة الحرم وقت حذف حسابه في 2018 ساعتها حساب معتقل الرأي كان نازل التغريدة دي عن حياة وصحة الشيخ في 2018 بعد إيقاف حسابه على تويتر نحمل السلوطات السعودية كامل مسؤولية عن سلامة الشيخ سعود الشريم وعائلته التمادي في الانتهكات بحق أصحاب الرأي وشوي صورة المملكة أكثر وأكثر أمام الرأي العام إن كانت السلوطات لا تعلم إيقاف حساب الشيخ سعود الشريم شيخ الشريم كان ليه عديد من التغريدات وقت الانقلاب العسكري في مصر وفض ربعة ندد فيها بسفك الدماء وطالب فيها كل الأطراف بوقت الفتن لكنه طبعا دي بردو كانت يعني أهون من اللي راحوا العودة لما وقت حساب قطر مجازر الانقلابيين بحق مؤيد الشرعية بمصر مثل أصحاب الأخدود في تعليقه على المجازر الوحشية التي ارتكبتها شرطة وجيش الانقلاب العسكري أدامهم في حق المعتصمين السلميين في ربع والنهضة قال إمام وخطيب المسجد الحرام سعود الشريم في زمن أصحاب الأخدود استمات ملكهم ليقتل الغلام المؤمن ظنا منه أنه سيمحو دعوته فكان قتله سبب إيمان عموم الناس وتابع الشريم عبر صفحته على تويتر وصفا مرتكب المجازر الدموية في مصر بحق المدافعين على الشرعية بقاتلي أصحاب الأخدود مرددا قوله عز وجل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فالفين وتلات عشر أيضا وبعد فض ربعة والمجازر وما تلاها من أحداث سفك دماء المتظاهرين في عموم بر مصر نمسيس وحلوان والفمسكن وغيرها ساعتها نشر الشيخ الشريم تغريدة تتحدث عن القتل في الأشهر الحرم القتل القتل نفس معصومة في شهر حرام تجتمع فيه ثلاث ظلمات موبقة هي ظلمة قتل المعصوم وظلمة قتله مظلوما وظلمة انتهاك حرمة الشهر ظلمات بعضها فوق بعض هل غاب الشريم من تلقاء نفسه وبرقبة شخصية في التعاقد تعاقد إيه في التقاعد أم تم يقالته لأسباب أخرى راجل كان ليه أنا أجيب لك من البدايات كان ليه موقف من السياسات الأخيرة في المملكة لكنه حذف الحزاب كله أحباب الحرم ومتابعيه لمقات الملايين حقيقة خصوصا في هذا الشهر الفضيل يتساءلون ويستعجبون هل هي علاقة بالتصفية السياسية في المملكة وإقصاء أي حد عنده أي فكر مخالف لابن سلمان هل الشريم واحد من المشايخ اللي قصدهم عبداللطيف قال الشيخ وزير الشؤون الدينية السعودي بخصوص تطهير المنابر الغريب في القصة دي بالنسبة ليا تداول إعلام المصري للموضوع بشكل مكثف صدى البلد والشروق أنا عرفتها منهم بصراحة كله بيتداول الخبر وبيتساءل هل استقال الشيخ أم تم إقالته أمت بنتكلم في الكلام العبدة كلاوي هي الفلوس لما تتأخر نتجرع على أسيادنا ولا هم مش أسيادنا ولا إيه ابن سلمان والسعودية مش أسيادنا ولا إيه أنت من أمت بتجرؤ تلك المواقع النيكسة اللي ملهاش في أي حاجة صح أن الحرم المكي بدون الشريم لأول مرة فما حقيقة استقالته فما حقيقة استقالته غياب لأول مرة من 22 سنة الصدى البلد وصدى المحطة واليوم السائع ومع شكلتها مهتمية بغياب الشريم عوش ياد الحس الديني العالي اللي عندك كله في سياق كيد الدرائر والخناءة اللي ابن سلمان مع السيسي الشريم جي في السكة إغاظة لهؤلاء ولا تعدو الخناءات في هذا الوطن الكبير عن خناءة الدرائر فهكذا بتليت الأمة